موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها خاصة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية تواصل الإشادات العربية والدولية بمصر بعد نجاح وسطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبايدن يبدي قلقه إزاءة حركات الصين حول طيوان وبكين تبرر منوراتها بأن طيوان جزء من أراضيها التسعى بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرامج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومسؤولي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إلكتريك للبنية التحتية والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة من أجل توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية وذلك نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك أجهزة الري الحديثة بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض الفطورة الاستيرادية كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الرأي واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة الساعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لتعديل بعض مواد أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون ليتم تقديمه للبرلمان فور عودته في أعمال دورته الجديدة وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعوة ممثل البرلمان لحضور المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل التوافق على بنود تعديل القانون كما شدد مدبولي على أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليا أي تغيير جديد أو بناء مخالف وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة بالإزالة الفورية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشتمل على محافظات بورسعيد السويس الأقصر الإسماعيلية أسوان وجنوب سيناء هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دورية عقاد هذا الاجتماع تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلا عن متابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم واحد فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية للسكك حديد مصر وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية للسكك حديد مصر تضمنت الدورة التدريبية تدريبا فنيا وتخصصيا وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدورة الأولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري أعقب ذلك عرض فيلم تسجلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية وألقى لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية وأقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية حضر الاحتفالية لواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارة النقل استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد أمني رفيع المستوى تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقة الشراكة الأمنية بين الجانبين كما أعرب وزير الداخلية الفلسطينية عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على ساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية في شتى المجالات كما أشار إلى تطلع أو تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية خاصة في مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من المجالات الشرطية وشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري مما جعل مما عاهدها التدريبية وجهة رئيسية للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية وأعرب وزير الداخلية محمود توفيق خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات انطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول الشقيقة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية من ضبط 457 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما تم ضبط قرابة 26 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 100 طن وتم ضبط 725 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و 155 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط أكثر من 13 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2021 عنصرا إجراميا ومصرع أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة وضبط معهم 1170 قطع السلاح ناري أبرزها اثنان جيرينوف، ورشاشان، ومائة وخمس وثمانون بندقية أليا ومائة وثمان وعشرون بندقية خرطوش، وستة وخمسون مسدسا وسبعمائة وسبعة وتسعون فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 226 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3591 قطع السلاح ناري بحوزة 2929 متهماً أبرزها 3 جرينوف ورشاشان و430 بندقية و394 بندقية آلية و155 مسدساً و2607 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و465 خزينة إضافة لـ 5251 قطعة سلاح أبيض وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 62 متهماً قاموا بارتكاب 79 حادث متنوع كما تم ضبط 444 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وتم كشف غموض 330 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحارق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية 499 متهماً كما تم إعادة أربع سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين و125 ألف وتسعمائة واثنين واربعين حكماً قضائياً من بينها سبعة ألاف وثمانمائ واثنان وخمسون حكم جناياً وستمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر حكم حبس جزئي ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعون حكماً مستأنفاً ومليون واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون حكم غرامة وثلاثمائة وخمس ألف وأربع وثمانون حكم مخالفة تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني جاء ذلك خلال عقادي جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لثلاثة أيام وأصفر عن استشهاد أربعة وأربعين فلسطينيا فضلا عن مناقشة احتياجات القطاع الصحية والخدمية جلسة في معظمها مخصص لنقاش العدوان على أهلنا في قطاع غزة ونتائجه واحتياجات القطاع من خدمات كهرباء ومياه وصحة وغير ذلك نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على ما بدلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك ونحيي صمود أهلنا الصابرين في القطاع أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحب موسكو بجهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة وجددت الخارجية الروسية موقف بلادها المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة دخلت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيز تنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار مساء أمس اشتركوا في القناة 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 استمر سبعة أيام متواصلة وذلك لإدخال البضائع والمحروقات وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه بدأ دخول البضائع والمحروقات وشاحنات محملة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زيارة بلوسي لتايوان كان هذا قررها قالت وزارة الدفاع الطيوانية إن 21 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان من بينها طائرات مقاتلة من جانبها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تايوان جزء من الصين وأن بكين تجري تدريبات عسكرية عادية في مياهها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية وقال المتحدث باسم الوزارة وونج وونج بين قال إن الإدارات المعنية أصدرت إعلانات في الوقت المناسب بما يتماشى مع القانونين المحلي والدولية أعلن الجيش الصيني عن مواصلة التدريبات بحرا وجوا حول تايوان وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إنها ستقوم بتدريب على شن هجمات ضد الغواصات وغارات بحرية وكان الجيش الصيني قد أجرى سلسلة غير مسبوقة من التدريبات البحرية والجوية في مناطق قريبة من تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة يستعد الجيش الصيني لإجراء تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان وذلك بعد انتهاء كبرى مناوراته على الإطلاق التي أطلقها الجيش الصيني احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه الأسبوع الماضي قيادة المنطقة الشرقية أعلنت أنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات تصدي للغواصات والهجمات البحرية ولم تعرف بعد مدة التدريبات اليديدة أو موقعها بالتحديد لكن تايوان خففت بالفعل قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الستة التي أجرتها الصين مؤخراً حول الجزيرة وأثارت زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين التي تعتبر جزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليماً تابعاً لها وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبيه للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض قنوات الحوار مع واشنطن من جهتها أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن سفن وطائرات وطائرات مسيرة عسكرية صينية قامت بمحاكاة هجمات على الجزيرة وقواتها البحرية وقالت إنها أرسلت طائرات وسفن للرد بشكل مناسب وإلى جانب إطلاق أحد عشر صاروخاً باليستياً قصير المدى خلال تدريبات على مدار الأيام الأربعة الماضية شاركت سفن حربية ومقاتلات وطائرات مسيرة صينية في مناورات مكثفة حول الجزيرة وقبل وقت قصير من انتهاء تلك التدريبات أجرت نحو عشر سفن حربية من كل من الصين وتايوان مناورات في أماكن قريبة حول الخط الفاصل في مضيق تايوان بحسب قول مصدر مطلع على الوضع يشارك في التخطيط الأمني اشتركوا في القناة وننتقل الآن لمتابعة جلسة مجلس الأمن حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة كيف يمكن أن نعبر عن هذه الأمور حتى يفهم الناس أن الأسر الفلسطينية هي التي تحتاج للدعم لا القوى النووية لا سلطات الاحتلال كيف سترد اسرائيل على ندائنا للحماية بلوم الضحية اسرائيل بمنأة عن أي لوم هي تقتل الفلسطينيين لأنها تقول أنها مضطرة وكانت دائما مضطرة إن كانت اسرائيل تسرق أراضينا فذلك هو خطأنا إن كانت اسرائيل تقتل أطفالنا فهو خطأنا إن كانت تحتل بلادنا فهو كذلك خطأنا إن كانت بصرد حصار شعبنا فإن الخطأ يعود دائما علينا إسرائيل ترغب في السلام لذلك تبني المسوطنات الإسرائيلية وتدمر المنازل الفلسطينية إسرائيل تريد السلام ولهذا هي بحاجة دائما للتوسع وأن نعيش نحن في جيوب من الأراضي متى سنقول كفا؟ هل يجب أن ننتظر الجولة المقبلة؟ أو التي بعدها العدوان التالي المستوطنة التالية؟ النزوح القصري للمدنيين في المرة المقبلة؟ متى سنظهر للشعب الفلسطيني أن هناك مسارا آمنا يقودهم إلى الحرية بدلا من أن نفعل كل شيء يقنعهم بالعكس؟ طفل عمره خمسة عشرة عاما في غزة تمكن من البقاء على قيد الحياة برغم حصار يفوقه في العمر كم من الحروب سيضطر الأطفال للاحتمال من أجل أن يبقوا على قيد الحياة ويعيشون في أمان في أرضهم الأمين العام قال في تقريره حول الأطفال ونزاع المسلح أنه يشعر بالصدمة من عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا على يد القوات الإسرائيلية خلال العداءات والضربات الجوية التي تستهدف الأماكن المكتظة بالسكان وعن طريق استخدام الذخيرة الحية والغياب المستمر للمساءلة عن هذه الانتهاكات فقط أسابيع بعد إصدار هذا التقرير وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام نفس التوجهات وهذا الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين وخاصة حياة الأطفال الفلسطينيين بنفس الدرجة من انعدام المساءلة قال الأمين العام كذلك وأقتبس خلال تصعيد العداءات الذي جرى في مايو 2021 كانت هناك ضربات جوية كبيرة قامت بها القوات المسلحة الإسرائيلية وأدت إلى زيادة كبيرة في عدد حالات العنف ضد الأطفال هل سيكرر الوضع نفسه في عام 2022 دون تحسن حقيقي؟ نعتقد أن إدراج إسرائيل على القوائم أمر قد طال انتظاره وأن الحد الذي حدده الأمين العام في حد ذاته تم التعدي عليه السيد وينسلينت أوضح لنا الوضع المماثل في فترة قصيرة مكثفة من الزمن ثلاثة أيام وقعت فيها وقع فيها عرض من الضحايا ثلثون من الأطفال السيد الرئيس نعبر عن امتناننا العميق لمصر على جهدها الدؤوبة لوضع حد لهذا العدوان ونعبر كذلك عن امتناننا للأمم المتحدة وللممثل الخاص للأمين العام ولقطر ولكل من ساعد على إنهاء هذا العدوان العنيف والبشع ولكن الوضع لا يمكن احتماله أين نذهب من هنا نعلب نتيجة المعادلة نحن الفلسطينيون أكثر من أحد آخر ولكن هناك معادلة أخرى محتملة وممكنة أعمالكم وإجراءاتكم تحددها النتيجة التي تسعون للوصول إليها المجتمع الدولي وهذا المجلس قد حددوا بشكل لا لبس فيه النتيجة التي نطمح إليها وهناك توافق عالمي على الحل الأزمة الأوكرانية حيث أصدرت الأمم المتحدة وثيقة إرشادية مشتركة مع الدول الفاعلة والضامنة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تنص الوثيقة على التزام روسيا وأوكرانيا بعدم شن أي هجمات على السفن التجارية أو السفن المدنية الأخرى ومنشآت المواني المشاركة في هذه المبادرة كما تتضمن الوثيقة الإلزام بمعلومات عن خطة حركة السفن عبر الممر الإنساني البحري والتي سيتم إبلاغها لروسيا وأوكرانيا لمنع وقوع الحوادث وبحسب الوثيقة أيضا تمنع أي سفينة عسكرية أو طائرات مسيرة من الاقتراب من مسافة عشرة أميال بحرية من سفينة تجارية تعبر الممر الإنساني البحري بدوره أكد وزير الخارجيات الأوكرانية ديمترو كوليبة أن بلاده ستواصل ضمان استقرار الصادرات الغذائية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في حال أوفت روسيا بالتزاماتها بممر الحبوب وشدد كوليبة على أن المسؤولية الكاملة عن مواصلة تشغيل ممر الحبوب تقع على عاطق روسيا لافتا إلى أنه في حالة قيام روسيا بالتزاماتها فتستمر صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا دعا رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية في البلاد إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في موقع محطة زبروجيا النووية التي تعرضت لقصف تتبادل كييب وموسكو فيه الاتهامات وقال رئيس الشركة أنه ينبغي أن توجد في موقع محطة زبروجيا بعثة لحفظ السلام تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات أمنية أخرى معتبرا أن وجود الجيش الروسي في الموقع يشكل أكبر خطر على المستقبل أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيريش أن خطر حدوث مواجهة النووية عاد لظهور بعد عقود داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الأسلحة وقال جوتيريش أن أي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحارية وذلك ردا على تقارير عن تجدد قصف بمحيط محطة زبروجيا النووية في أوكرانيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته في إحياء ذكرى مروري 77 عاما على إلقاء أول قنبلة درية في العالم على مدينة هيروشيما اليابانية أصدر الرئيس الروسي بلادمر بوتين مرسوما يسمح للبنوك التي لديها أموال بالعملة الصعبة مجمدة بسبب العقوبات الغربية بأن تعلق العمليات في مثل هذه العملات مع عملائها من الشركات وأوضح المرسوم أن الإجراءات الجديدة قد تظل سارية لحين رفع العقوبات التي عرقلت الصفقات في العملات الأجنبية هذا وكثبت السلطات الروسية عملية تقليص استخدام عملات الدول التي تصنفها روسيا بأنها غير صديقة منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمدري مدفديف أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بشروطها الخاصة محذرا من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا على حد تعبيره قال المسؤول الروسي أن موسكو تعقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتحقق السلام بشروطها ووصف توسع حلف شمال الأطلنطي غربا وأزمة أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل حلفائها لتدمير روسيا على حد وصفه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار تشتمل على صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية من تراز هيمارس وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضا المزيد من صواريخ أرض جو للدفاع ضد الطائرات والصواريخ الروسية والمزيد من صواريخ جافل المضادة للدروع إطافة إلى ذخيرة أخرى بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مستجداد الوضع في إقليم ناجورنو كارباغ وقضايا ضمان الأمن على الحدود بين أرمينيا وأدريبيجان وأكد الجانبان على أهمية تنفيذ جميع أحكام الاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأدريبيجان عام 2020-2021 ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر نفسه من عام 2021 وذلك بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي وأرجع المعهد ارتفاع التضخم السنوي إلى تسارع معدل ارتفاع أسعار مجموعات الغذاء والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية وخدمات الترفيه والثقافة توقع خبراء الاقتصاد أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بالنسبة 0.2% في الربع الثاني من 2022 جاءت تلك التوقعات عقب تحذير بانك إنجلترا الأسبوع الماضي من ركود قادم سيستمر من الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام حتى نهاية عام 2023 أظهرت بيانات رسمية أن تضخم السنوية لأسعار المستهلكين في اليونان تباطأ إلى 11.6% في يوليو الماضي من 12.1% في الشهر السابق لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في نحو ثلاثة عقود وقالت هيئة الإحصاء أن أسعار الغذي الطبيعي في اليونان قفزت 178.9% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار الكهرباء 55.8% وأسعار زيت التدفئة 65.1% قال رئيس وزراء سنغافورة ليهسن لونغ إنه من غير المرجح أن يعود العالم قريبا إلى مستويات التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة التي كان يتمتع بها خلال العقود الأخيرة وخلال كلمة له بمناسبة احتفال سنغافورة باليوم الوطني أضاف لونغ أن حكومة سنغافورة تفعل كل ما هو ضروري لمساعدة المواطنين في التكيف مع ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لفعل المزيد لمساعدة المواطنين إذا ازدادت الأوضاع سوءا قال محللون صينيون إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين قد يتجاوز 3% مقارنة بالعام الماضي بعد ارتفاعه في الأشهر القليلة الماضية وأشر المحللون في مذكرة بحثية إلى أن التضخم من الممكن أن يتجاوز مستهدف الحكومة بإبقائه حول 3% لهذا العام مما يخلق تحديا للحكومة التي تحاول بالفعل موازنة التعافي الاقتصادية قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد شراكة حقيقية مع إفريقيا وخلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في بريتوريا أكد بلينكين أن بلاده لا ترغب في تجاوز نفوذ القوى العالمية الأخرى في القرى نتطلع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وإفريقيا لا نريد علاقة غير متوازنة وهذا يجعل هذا الحوار الاستراتيجي منتدا حيويا يمثل التزاما جدا من قبل كل من حكومتنا بهذه العلاقة الثنائية والعمل الذي نقوم به معا وليس فقط بيننا لكن إقليميا وعالميا أنهت كينيا تحضيراتها للانتخابات الرئاسية حيث يتنافس ويليام روتو نائب الرئيس المنتهية ولايته مع ريلا أودينجا رئيس الوزراء السابق وتم تزويد مراكز الاقتراع ببطاقات الاقتراع وبصناديق بلاستيكية تحتوي على مستلزمات إنجاز العملية الانتخابية حيث ستفتح المراكز غدا الثلاثاء في اقتراع يركز على قضايا مختلفة في كينيا إلى تطورات بيروس كورونا حيث فردت السلطات الصينية إغلاقا شاملا على مقاطعة هاينا الواقع في جنوب البلاد وذلك بعد حالة التفشي السريع لفيروس كورونا في المقاطعة أما في كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي وسط ما يمر به العالم من أزمات متسارعة لا يزال فيروس كورونا في الواجهة وما بين فرض إغلاقات وتخفيف قيود يعيش العالم مترقبا لما ستأول إليه الأزمة آخر التطورات والإجراءات بشأن الفيروس كانت في الصين التي فرضت إغلاقا في مقاطعة هاينا جنوبية البلاد نتيجة لتفشي الفيروس بشكل كبير وجاءت تلك الخطوة بعد أن كانت قد فرضت إغلاقا بمدينة سانيا في المقاطعة التي تضم نحو 80 ألف سائح وجاء قرار الإغلاق خلال ذروة موسم السياحة في سانيا المشهورة بمنتجعاتها وشواطئها وفي الجارة كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي وسط انتشار سلالة شديدة العدوى متفرعة من السلالة المتحورة أوميكرون وتزايد حركة المواطنين بسبب تخفيف قيود التباعد الاجتماعي والعطلة الصيفية أما في هونغ كونغ التي تعتمد تدابير صحية هي من الأشد صرامة في العالم فتعتزم السلطات خفض مدة الحجر الصحي الإلزامي المفروض على الوافدين من الخارج من أسبوع إلى ثلاثة أيام وفق ما أعلن رئيس السلطة التنفيذية في المدينة جون لي واعتبارا من الجمعة سيتوجب على الوافدين من الخارج أن يمضوا ثلاثة ليال في الفنادق المخصصة للحجر الصحي من قبل الحكومة قبل أن ينتقلوا إلى منزل أو فندق آخر من اختيارهم لأربعة أيام ويقوموا ذاتيا بمتابعة وضعهم الصحي إذن هي جهود حثيثة تقوم بها دول العالم لتشديد التذابير واحتواء الفيروس طارة وتخفيف قيود وإعادة الحياة لطبيعتها طارة أخرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة اختتمت القافلة الطبية بقرية أبو رمات في البحر الأحمر أعمالها حيث تم توقيع الكشف الطبي على 279 مواطنا خلال يومين وأجرت القافلة 72 فحصا معمليا و29 أشعة وسنارا كما تم إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وقعت الكشف على ما يقرم من 700 مواطن دمت هذه القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراءات عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل مجانا موجود فيها أكثر من تخصص خاصة بأهلين الكشف عليهم وأكثر من نوع من أنواع الأدوية يمكن أن أكثر من حوالي 80 نوع من الأدوية يختصوا بها جميع الكشفات الخاصة بالتخصصات المختلفة لصالح أهلنا والصالح الأسر الأشد احتياجا عندنا كافلة اليوم الأول النهاردة عندنا ستة خصوات بطنة وأطفال وجراحة ونسة وتنظيم أسرة برضو بالإضافة أننا دلوقتي عندنا صيدلية متنقلة فيها أكثر من خمسة دمين صنف دوة وعندنا معامل طفاليات ومعمل دم وعندنا جهاز أشعة متنقل بالإضافة أننا برضو عندنا خدمة تركيب الوسائل بالمجان بإضافة للتسكيف الصحي والتوايا الصحية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار تحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق لينتهي يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أغسطس عشرين اثنين وعشرين ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بداية شهر أغسطس الجاري شدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على حرص الحكومة على تنفيذ توجهات رئاسية بوجود منظومة للمخلفات في شرم الشيخ وأن تكون مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة ولا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع شرم الشيخ جاء ذلك خلال اللقاء شعراوي بوزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظة جنوب سيناء خالد فودة لمناقشة عروض بعض الشركات للعمل في منظومة المخلفات في جنوب سيناء وأوضح شعراوي أن المنظومة الجديدة للمخلفات في جنوب سيناء بوجه عام وشرم الشيخ بصورة خاصة لا بد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ خلال وبعد فعالية قمة المناخ كوب سبع عشرين باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة والمدن الخضراء التي تحقق معايير الاستدامة في العالم إذن مشاهدين الكرام الآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال الجولة الاقتصادية وميرفت البليجي شكرا يوسف ونوها وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيموية والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 35% لتبلغ نحو 4 مليارات و 330 مليون دولار وأوضح المجلس التصدري للصناعات الكيموية والأسمدة أن صادرات القطاع قد استحوذت على نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية تلاها صادرات مواد البناء والتي استحوذت على نحو 19% من إجمالي الصادرات وتصدرت أسواق إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أهم الدول المصدرة أو المستوردة للصناعات الكيموية المصرية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند أكدت وزارة البترول أن التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها شركة أباتش العالمية بالسوق المصرية ستفتح أفاقا أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل وخلال اجتماع لوزير البترول طارق الملة مع جون كريستمان رئيس شركة أباتش العالمية تم بحث خطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كبيرة منها لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الانتاج بمناطق امتيازها بالسحراء الغربية في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السرزيمية التي أظهرت إمكانات ومكامل بترولية وعدة أكد محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة خاصة قطاع القهرباء وعقال شوشة خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء محمد عبد الباقي إنه بتنفيذ محطتي الكهرباء محولات أملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة انطلق موسم الأوكازيون الصيفي لعام 2022 ولمدة شهر بتخفضات تصل إلى 50% بهدف التخفيف عن المواطنين هذا ومن المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون هذا العام إلى 3500 محل موسم الأوكازيون الصيفي 2022 ينطلق اليوم الأثنين الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر من تاريخه بتخفضات تصل إلى 50% بهدف التخفيف عن المواطن وإنعاش الأسواق وحركة البيع والشراء الشروط الاشتراك في الأوكازيون بسيطة جدا إن صاحب المحل بمع السجل التجاري والبطاقة الضربية والرقم القامل الخاص به وبيتوجه لأقرب مدرية التموين بالنسبة له ياخد منها التصريح أو الموافقة على المشاركة في الأوكازيون شرط أساسي لازم يعلن عن التخفضات وعن نسبتها والسعر قبل التخفضات والسعر بعد التخفضات تزليل كافة العقبات أمام السادة التجار اللي عايز ياخد تصريح من قبل المدرية المدة اللي تتجاوز بالنسبة للتصريح عشر دايق بياخده هو فعتوط بس يكون معه سجل التجاري وصورة البطاقة بتاعة صاحب المحل أو المتجر من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون هذا العام إلى 3500 محل فالأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأهدية والملابس بل يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيرها من الأنشطات الأخرى شرط التقدم إلى مدرية التموين التابع لها المحل التجاري الأوكازيون بتنسب لنا فرصة كل سنة بنستناها لأنه بيبقى فيه تنشيط لحركة المبعاية بنضمن البعاية قبل الأوكازيون بتبقى أقل شوي في الأوكازيون لنسبة المعادة بتتتفع واستفادة برضو للعميل الزباين يعني بيستفيدوا بدلاً ما ياخد كتعة ياخد كتعتين فرصة بالنسبة له برضو وبنضمن في آخر المدة بيقاش فيه رواكل عندنا في المخازين الأوكازيون فرصة جيدة للمواطن لشراء كل احتياجاته من السلع خاصة وأن التخفيضات بالأوكازيون تكون كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن والتزام المحل المشاركة في الأوكازيون بعرض سعرين الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد التصفية بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة في المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات نتحول إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات جلسة اليوم على تباين إذا تراجع المؤشر الرئيسي في مرتفع مؤشرة EGX70 و EGX100 وذلك وسط دولات مرتفعة كما تراجع رأس المال السوقي بنحو مليار وثلاثمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 668 مليار و 293 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 منخفضاً بنسبة 75% عند 10123 نقطة وأغلق عند 10047 نقطة أما مؤشر EGX70 فقد فتح عند 1989 نقطة مرتفعاً بنسبة 81% وأغلق عند 2011 نقطة الارتفاعات امتدت أيضاً إلى مؤشر EGX100 والذي فتح عند سعر 2923 نقطة وأغلق عند 1938 نقطة مرتفعاً بذلك بنسبة 49% نتحول إلى بنك الاستثمار الأمريكي جولدماند ساكس والذي قال إن الأسباب التي تدفع أسعار النفط لارتفاع ما زالت قوية حتى باقتراد حدوث صدمات سلبية مع بقاء عجز في المفروض معروض أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر القليلة الماضية وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خامبرينت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع هذا العام تقع في نطاق بين 110 دولارات و125 دولاراً للبرميل وذلك مقابل 140 و130 دولاراً للبرميل في تقدراته السابقة وقد أبقى البنك الأمريكي على توقعاته للأسعار لعام 2023 عند 125 دولاراً للبرميل نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لنها ويوسف إليكم شكراً لكي مرفض مشاهدين نتحول الآن لمتابعة جلسة مجلس الأمن حول آخر تطورة الأوضاع في قطاع غزة إلى هنا لوقف ما نشهده بصورة متكررة من سفك دماء الأبرياء المدنيين على النحو التالي أولاً لابد من وقف كافة الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تمثل انتهاكاً لأبرز حقوق الشعب الفلسطيني إضافة إلى رفع الحصارة عن قطاع غزة بما يسهم في تحسين الأوضاع على الأرض وإعادة بناء الثقة بين الجانبين ثانياً العمل بصورة عاجلة على تسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى قطاع غزة وتوفير التمويل اللازم لإعادة أعمار القطاع من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للفلسطينيين ثالثاً احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية تحت وصاية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة رابعاً ضرورة توفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف التام عن استهداف المدنيين أخذ في الاعتبار الوضع الخاص للشعب الفلسطيني على ضوء الكثافة السكانية للأراضي الفلسطينية وعدد الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال الذين سقطوا خلال جولات الصراع المتكررة خامساً نؤكد على مسئولية أي طرف تؤدي أفعاله لسقوط ضحايا مدنيين وكذلك مسئولية المجتمع الدولي في إجراء التحقيق والمراقبة والمراجعة المستقلة والشفاف لما يجري خلال جولات العنف المتكررة من استهداف للمدنيين واستهداف المنشآت المدنية وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للقواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان سادساً نشدد على أن توالي جولات العنف يثبت لنا جميعاً أهمية نهوض المجتمع الدولي وعلى الأخص الربعية الدولية بمسؤولياته لإعادة إحياء عملية السلام وذلك لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سيد الرئيس لن تتخلى مصر عن مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وسعيها لدأوب نحو تحقيق غد أفضل نتطلع له جميعاً يسوده الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشكراً جزيلاً يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً أثلاثاء تقصن حار راتب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية شديد الحرارة راتب على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتد للحرارة راتب ليلاً على السواحل الشمالية ماء للحرارة راتب على باقي الأنحاء وهذه بيان بدرجات الحرارة متوقع غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية ففي القاهرة العظمة 35 والصغرى 25 الأسكندرية 32-25 مطروح 30-23 فورسايد 31-25 إسماعيلية 36-23 السويس العظمة 35 والصغرى 24 العريش 33-24 طابة 37-27 شرم الشيخ 41-30 الغردقة 40-30 الأكثر 42-28 أسوان 43-29 الوادي الجديد 41-25 شلتين 39-28 وأخيراً حلايب 35 والصغرى 28 والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقع غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بايدن يبدي قلقه إذا تحركات الصين حول تايوان وبكين تبرر منوراتها بكون تايوان جزءا من أراضيها نهاية نشرتنا هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني اهلا بيك يوسف مسائل فورا ازاك يا نوها مسائل فورا ازاك يا يوسف عام ليه لابس انت النهار دا الكرافاتة اللبني وامطاقم وامطاقم اللابس لك نمو اللبن بستعرف انا مليش في الكرافاتات فبقضيها لبس كورا يعني ماشي الحياة اشكركم يا جماعة واستأذنكم نبدأ فقراتنا نهار دا اليوم وصلوا زحمة بس مبروك علينا الإشادات الدولية برا طبعا مصر كبيرة اوى يا جماعة اكيد اوي اوي يعني بتعمل اللي محدش يعرف يعمله صحيح اذا ح grosse ت血P اشكركم جدا واستمزنكم نبدأ فقراتنا اشكركم جدا واستمزنكم نبدأ فقراتنا